مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة ووصفات إن شاء الله تنون إعجاب حضراتكم وتحية وتقدير لكل من يشاهدني من خلال شاشة قناة الأهلي اسمحونا هنقول أول وصفة معينا النهاردة هي وصفة كفتة بس كفتة نباتية هنعملها بالعطس بجبة في ناس كتير قويين ما بتملش للحوم يعني مش طول الوقت بتحب تاكل لحوم كتير وطبعا ده أفضل لأنه يعني في ظل الوقت اللي احنا فيه ما بقناش بنبقى عايزين ناكل فراخ ولحمة كتير أكيد اللي بقى لازم فيه عنصر نباتي معنا في القصة فده مهم كمان عشان الصحة تبقى كويس احنا هنعمل كفتة العطس بجبة بطريقة جميلة جدا شتفرق حاجة أبدا عن الكفتة الحقيقة اللي بنعملها باللحم فيه ناس بتعملها بالفول السوية بس احنا هنعملها بالعطس بجبة اسمحوا لنا نقول لي مقادير مع بعض كفتة العطس بجبة عندي نصف كيلو من العطس بجبة طبعا منقوعة فيه حجم الاثنين ممكن نسلقه وممكن ننقعه أنا الحقيقة نقعت عشان عايزين تديني قوام متماسك شوي لكن لو حابين تسلقها أوكي ممكن مفيش مانع برضو عندي اثنين بطاطس مسلوقة متقطعة مكعبات وعندي بصلة متقطعة وعندي حزمة كسبارة خضرة معلقة سغيرة من الطوم المفروم ومعلقة كبيرة من الزيت وكوباية الربع من البقسمات الناعم معلقة صغيرة من البهارات ملح وفلفل وكمون وممكن لو حابين تدوها النكهة أو الطعم والتاستة الحلو بتاع الكفتة بتاع تلحاتي ممكن قوي نعمل لها فاحماية جميلة كده تدي ريحة لها أنا هسويها في الفرد فاسمحونا كده نقول باسم الله ونشوف هنعمل القصة دي ازاي طيب أنا هابدأ ألبس اللبز كده وحابدأ إيه أشتغل مع حضراتكو بقى احنا هعملها أنا نقعت العدس يعني في شوية مية شوية كده حلوين لو أنتم مستعجلين زي حالاتي ممكن يبقى في مية سخنة بصوا أنا نقعته بس يدوب العدس مش محتاج يعني يدوب بس يطرف بحيث لما اضربه في الهند بلندر يبقى الدنيا يعني إيه زي ما بيقولوا فيه طراوة شوية يبدأ يدخلط معي هجهز طبعا بولة كبيرة كده غالبا أنا ممكن أضرب النحياتي لأنه هند بلندر النحياتي خليني إيه هعمل كده خط البولة هنا ولا عايزيني هناك بس عشان الفيشة توصل طيب أنا هنا أنا هنا عشان الفيشة طيب هاخد كده من البصل متقطع مكعبات وهاخد من الكسبورة الخضرة أنا هنا حطى منزيل مبلول طبعا هي فكرة أنه نحن نحفز على الخضرة طبعا لو في خضرة عند حضراتكم في التلاجة وعايزين تحافظوا عليها أنا الحقيقة بحبها فرش وبحبش أخزنها في الفريزر يعني وضد المبدأ أن احنا نخزن خضرة في الفريزر نخزنها ليه ما هي موجودة طول الوقت فبقول دايما أن احنا نقدر فوطة نظيفة من فوط المطبخ تتعسر تتغسل وتتعسر بالمية وتحط جواها الخضرة وتتلف وتتحط في التلال وكلما نشفت نبدأ نبيل الفوطة ونعصرها مرة تانية علشان نحافظ عليها نعناع بقى كسبرة بقى دونس أي حاجة من اللحجات اللي موجودة عندنا لا تتعط فترة طويلة معانا تعدى الأسبوع وتبقى فرش عندي البهارات وعندي طبعا التوم رشة الكمون كده عايزين كده خليكم معي بس أنتم تمام وأنا تمام وقادي شوية بطاطس ماشي حبيبي وهاخد كده شوية من العتس بجبة كده هي جميلة جدا ممكن في الكابة ممكن بالهندة بلندر على حسب أنتم حابين إيه وإحنا كده شغالين هنشوف القاوم هحتاجت أحط بقية العتس هحطه كده وهبدأ عايزة بسم الله كده شوية شوية لحد ما تبقى معجون كده أخلط بقى الخليط هيبقى جميل ورائع معلش أنا بنزل الدول كده كفتة دي على فكرة من يعني طعمها رائع خليه بس الأول دي هاتلي جميل ملح والفلفل يا محمد هنحط بقى شوية ملح وفلفل ده اللي باقي بعد ما حطينا البهارات اللي هي السبع بهارات تسلم إيديك وعينك شكرا هنحط شوية فلفل كده وهحط طبعا الملح شوية ملح كده حلوين وناخد أول تليفون معانا منال أهلا وسهلا صباح الفل يا حبيبة قلبي صباح الفل عليك تسلم إيديك ما تونع تسلم يا حبيبتي ربنا يبارك عايزة تشكرك على طريقة وصفة الجنباري اللي انتي قلت هالي عملتها طلعت ايه قليلي بجد تحفة فعلا تسلم إيديك انتي اللي عملتي والله تسلم إيديك تسلم إيديك يا حبيبتي ربنا يخليك أمين يا رب لينا وليك لو لك أي طلب قليلي تسلم إيديك تسلم إيديك تسلم إيديك على الكفتة برضو الجميلة دية هتعجبك أمين أنا عادة مركزة معي عشان برضو عايزة أجربها إن شاء الله إن شاء الله تجربها وتعجبك وتقولي لي أخبارها هنزل هالك حالا وهقول لك تاني ان عملت ايو أنا شغال أناية ليك أناية ليك شرفتيني يمنيا ربنا يكرمك يا رب تسلم إيديك يا حبيبتي دي سقعتوها يا أولاد تسلم إيديك مصوا بقع أنا حطيت ايه عندي نص كيلو تعالوا ننزل المقادير تانية تسلم إيديك وشكرا لكم جزيلا في كنترول المقادير عندي نص كيلو من العدس حطيت كمون حطيت بهارات عندي نص كيلو من العدس الجذب أنا نقعتو عندي بطلستين مسلوئين وعندي بصلاية متقطعة كده مكعبات وعندي حزمة كزبارة خضرة معلقة طوم مفروم معلقة كبيرة زيت الزيت دي أنا هشكل بيها الكفت ما حطتهاش في المقادير عندي ملح وفلفل وبهارات اللي هي السبع بهارات وكمون ما حطيتش حاجة تاني خالص وبعدين بصروا بعمل كده بالهندر بلندر كده عايز أقول لكم الكفتة دي جميلة جمال وفيه كمان بيعملوها بالعدس الأصفر بس أنا بحب بلب عدس بجذب أكتر لأنك تبقى شكل الكفتة الحقيقية فعلا اهو كده شايفين مفرمة إزاي معايا رائعة طبعا نسقعيها قبل التشكيل المهم قوي إن إحنا نسقعها قبل ما نشكلها عشان تطلع معنا قوامها حلو صباع صباع تمام كده حادر خلوني بس إيه أجرب مع حضراتكو كده أشوف بس الأول القوام بتاعها قبل ما هي أفك الإيه آه قوامها حلو بس محتاجة إيه تسقع شوية يعني إيه بصوا لو أنا هشكلها طبعا نازم أخذ نقطة الزيت جنبي لازم تسقع شوية فأنا هستخدم اللي سقع يعني بصوا الكفتة رائعة خليني أجرب برضو لو جنبي مسحة زيت كده خليني أحط نقطة من الزيت هنا خليها جنبي هناك ونشوف كده تشكيلها أخباره إيه بعيدا عن نحن نسقعها عشان نبقى إيه في الأمان أنا هجبها لكم هنا عشان أريحكم بس أنا أخلص الخلط بتاعها وهجبها هنا أشكل قدام حضراتكو أحسن شايفيني أفضل بسم الله خليني بس كده إيه يلا بينا يلا بينا أنا موجودة أنت عاملة إيه أنت يعني غبتي علي غبتي علي كنتي فين أنا قلت إنك في الحضانة معلشت أنا قصة أصلي كنت في الحضانة يا حبيبة عمري أنت الحضانة بنورت بوجودك يا زينة فيها أنت بس بتوحشيني أنا بحب الكتان وبحب الكفتة والعزة كمان يا روحي طب خلي مامي بقى تجرب لك السنف الجميل ده وتبعتي لي إيه رأيك التطبيق زي ما بتبعتي لي حاجتك الحلوة إيه رأيك أوكي اتفقنا هستنى التطبيق الأمر بتاك عشان على دهولك أوكي أنا لسي أنا لسي أشوفك وأنا بحب الكتان جتان جتان إن شاء الله هشوفك قريب إن شاء الله وهم عارفين رقمك وهيكلمك عشان تيجي تبقي معي إن شاء الله في حلقة وماما كمان تيجي عشان أشوفك اتفقنا اتفقنا يا أمر مرسي يا زينة إنك سمعتيني صوتك يا روح قلبي بصوا بقى بحط آخر حاجة كده البقسمات يدوب تتماسك أي تمسكته تمام هاخد بقى كده نقطة كده من الزيت أهو هعمل هنا كده وهبدأ دي معلقة الزيت بقى نعمل كده الكفتة الحلوة دي هدخلها الفرن نصبع بقى كده إيه أصبع ممكن تبقى زي اللي بتتبع بره جهزة انتم بتشتروها لكن طبعا ما بتبقاش كفتة العدس بتبقى الكفتات الجهزة إن شاء الله دي هتعجب حضراتكو مغزية جدا وبرضو للناس النباتيين أصدقائنا ولو أخواتنا المسيحيين صايمين مثلا يبقى كمان هيحبوا الصنف ده جدا ونبدأ ندخل ثقافة جديدة كده إيه بعيدا عن اللحوم الحامرة يعني كده أهو وشايفين بقى عملت كمية حلوة إزاي ده أنا كمان محطتش كل كمية العدس بصوا بقي منه قد إيه بقي منه شوية أهو لكن إحنا بقى لو عاملين كمية تقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر كمان وهواري حضراتكو شاكلها لما بيطلع بيبقى عامل إزاي كأنها كفتة حقيقية أنا بقى دي لما حطها كده في الفرن وتستوي وتطلع بعمل في حماية صغيرة بحطها في نص الكفتة كده على ورقة فويل ولا حاجة وبروح إيه حط فيها معلقة زيت واحدة عشان وقفل عليها عشان تطلع الدخان والكفتة تتشرب الدخان ده كله وتبقى الدنيا جميلة جدا تاخد كده ريحة حلوة من ريحة المشويات خلاص طيب أنا هدخلها الفرن حرارة 180 عادي جدا على الشبكة في النص ما بعملش أي حاجة غير إني بسيبها بس أخد لها حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة لحسب درجة حرارة الفرن هتطلع زي ما حقيقة تشوفوها دلوقتي في مخرجنا هيستعرضها تشوفوها أنا كده بصبعها هي وبجهزها وحنبدأ نكمل بقية الإيه الأصابع مخرجنا يستعرضها هنا بقى وهي جهزة هنا في التقديم شوفوا شكلها عامل إزاي جميلة جدا تنفع للأطفال كتير جدا واجبات جميلة كاسناك كمان حلوة قوي تسلم إيديك تسلم إيديك وشكرا كده أهو دي الكفتة بتاعتنا بتاعت العدس بجبة بسيطة ومكونات بسيطة قلنا حطينا العدس نقعته أنا ما سلقتوش والأفضل لكم تنقعه عشان تستفيدوا بس بيه ولما يدخل ياخد سوا بس يدوب مياه سخن يلا بينا ندخلها بقى الفرن على حرارة 180 على الشبكة في النص أو على الرف من تحت مش مشكلة مهم يبقاش ملامس لصاج الفرن عشان ما تتحرقش تمام اهو كده يلا بينا آخر صباع وندخلها الفرن وكده الشوت الأول هني خالص بيبلغوني حوارث الحاجة مصفر منتهاء الشوت الأول وحنستسمع حضراتكو تبعا للخروج لاستراحة وهنرجع نستكمل باقي الوصفات بتاعتنا بإذن الله بصوا بقى كفتة العدس هدخلها الفرن بسم الله وهنبدأ دلوقتي بقى نطلع لي استراحة بسيطة وبعد الاستراحة نرجع نكمل وصفة لطيفة جدا ممكن نعملها فيها صامبوتشات بسيطة جدا خلينا نشوف هي ايه بعد الاستراحة مستني يا حضراتكو رجعنا مرة تانية بعد الاستراحة حطينا في الفرن أهو عشان حضراتكو تبعوا كفتة جوا انا مشغلة مروحة وفرن مفيش اي مشكلة خالص ممكن اطلعها لحضراتكو كده شو هتشوفوها اهي كده اه معلقة زيت او فرشة زيت تمسحها بس على وشها او تكتفوا باللي احنا صبعناها به مفيش مشكلة هتطلع مفيش بتخطش 12 دقيقة 15 دقيقة اكثر حاجة وبعد كده تكلوها بالفهنا وشاف انا بقول احتمال يعني انه ممكن في ناس تحب تاكلها مع صندويتش كده ففكرت ان احنا بدل العيش العادي طبعا العيش البلدي موجود ان شاء الله هنعمل حلقات كتير عن المخبوزات اسمحونا نعمل التورتلة بطريقة بسيطة وسهلة كده على الطاصة على طول اه ممكن يتحط فيها وتعملوا بضيق بني تعملوا بضيق شوفان تعملوا بضيق ابيض تعملوا باي ضيق روز اللي ريع حضراتكو واللي مناسب ليكو لصحتكو اعملو انا عملو بضيق ابيض وعملو بي عندي مقادير وبسيطة جدا خلينا اقولها لحضراتكو عندي للتورتلة ترت كبات ونص من دقيق عليهم معلقة صغيرة من الملح معلقة كبيرة من اللبن الباودر اتنين معلقة صغيرة من البيكينج باودر كباية ونص مية سخنة أنا مش يعني مية سخنة يعني المية تكون زايدة عن الفترة شوي عشان تخلي العينة كده جميلة هاخد كده الأول الملح هحطه على الديئي هنا اهو وهقلب وهاخد البيكينج باودر معلقتين صويرين وهقلب وهحط فوقهم اللبغ الباودر المعلقة الكبيرة وبعدين هيبقى تبقى عندي ايه المية تمام هناخد بقى المية يعني أنواع الديئي تقدروا تعاملوه ديئي صحي مفيش اي مشكلة خالص هروح كده عند العجال بسم الله الرحمن الرحيم وهنزل مكونات الجفة اللي هي فيها الملح والديئي معلقة اللبن الباودر والبيكينج باودر مع بعض وهجيب مية سخنة هاخد كده بسم الله الرحمن أنا هنا مسخنة مية قوي وهنا مية فترة خليني أصبطهم الاول شوف وإيه كده تمام جدا مية كده بصوا هحط كده صباعي في المية أعد الحد عشرة دنيا جميلة يعني أنا مش متضايقة منها بس هي كسرة الفترة يعني حاجة بسيطة دافية بسيطة طيب معنا دانا ناخد دانا واحنا كده بنصب المية ونعمل العجينة بتاعتنا بسم الله تابي أحسن مني مليون مرة ونعمل العندي والعندي يا دندوني الأسبوع الجاي هعمل هالك اتفقنا مرسيا دانا تسلميلي بصب المية شوية شوية لحد ما تبقى عجينة حلوة زي عجينة البيتزا كده وإيه هوريها لحضراتكو لينة ما بتلزقش خنيني أبص بصة ووري حضراتكو برضو شكل العجينة بسم الله بصوا كده العجينة لسه محتاجة شوية طبعا هي كده ما تضربتش كويس بس عايزة أضربها تاج أهو ومحتاجة قليل من الماء يعني شوية مية بسيطة كمان عشان تصبط معايا أهو هنزل كده نقطتين مية مية الدفية دي بتفرق قوي بنريح العجينة بس ربع ساعة قبل ما بنشتغل فيها بنعملها كور على حسب وزن يعني حجم الرغيف اللي حضراتكو عاوزينه أنا هعمل حجم الطاصة دي أو أصغر خليه بارفعها شوية لا مش حط فيها أي مادة دهنية هقلب كده تقليبة وهمسك الجلوفز خلييني بقى أبدأ إيه أوري حضراتكو معنا أستاذة سعاد عملتها قريب عملتها قريب عملتها أول منزلنا بعد رمضان على طول حضرتك لو شفتيها على اليوتيوب على قناة الأهلي هتلاقيها أو على قناة الأهلي هتبقى رائعة دقيها وجربيها وحضرتك يهمني رأيك تتصلي بقى وتقوليهولي إن شاء الله تعجب حضرتك من الكفتات الجميلة جداً النباتية رائعة كفتات العدس دي معروفة جداً في ناس كتير قوي بتعملها وبصراح هي جميلة للولاد بصوا كده أنا العجينة بقى أتعاملة إزاي معايا كده مفوض بقى باخد العجينة دي باخد منها أحجام خليني نلبس بس الجلافز الثاني عشان موسخش إداية بالعجين هوري حضرتكو كده هاخد كده مثلاً باتني بعمل السبعين دول يعني أنا هو بعمل العجينة كده وبقطع كده بالسبعين دول بضغط بي بتطقطع الكرة الواحدة باخد الكرة دي أعملها كده وإيه وباسبهم كده جنب بعض لما يرتاحوا بغطيهم بورق أو كيس تلاجة أو الستريتش زي ما حضرتكو شايفين كده عشان بتعملش قشرة ويبقى طاري هاخد بقى العجينة دي حطوها هنا كده واسبها ترتاح وهجيب المردنة بسم الله الرحمن الرحيم هرش رشة بسيطة كده من الزقيق وعندي هنا الايه العجينة بعد ما ارتاحت ليه لما بترتاح بتديني يعني بتتفرد معي كويس بشكل كويس بلاش دي هنا تعلم تصل عشان المصورين بيقولولي إن نبقى شايفين الحاجة عندهم حق برضو بتقول لا ما قلتش هلو كده هنفتح كده ونعملها على شكل دايرة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا العيش دا جميل وسريع في البيت وناس كتير بتحبوا قوي وتقدروا حضراتكم تعملوه بالنوع الدقيق اللي رايح حضراتكم يعني عايزين تعملوا بدل دا دقيق شوفان تعملوا ميكسي بين الاتنين ماشي هفضل كده إيه أفرد عشان تمام مرسي ينا دا والله كده طيب حاطر خلي ديئي هنا أنا مش هحتاجه علي مين حاطر كده تمام اهو تسلم ايديكو والله شكرا لكم كده وقلبه واخد من حوالي بالسكينة أطلعها دايرة لو أنا مش فرق معايا قوي يعني هتطلع برضو جميلة ومظبوطة لأنه هو برضو لما بيكش شوية بيبقى جميل يعني بياخد الشكل الدائري ما تقلقوش اهو كده اخد بس ايه رشة بسيطة كده هوري حضراتكم في واحد وإحنا مجهزين شوية برضو وده لازم يتغطى أول ما يطلع علشان آآ يعني ملادين مطبخ أو بفوتة عشان ايه يحفظ على طروط ولو حضراتكم عايزين تحتفظوا به في الفريزر هتشلوه بينه فواصل من الورق الزبدة تحط في ترصف طبق ويتغلف بالستريتش ويتحط في الفريزر وقت ما تعوزو تطلعوه يطلقوه تمام طيب هاخد بقى هنا الطاصة كده لسه أنا كنت رفعتها من على النار خليني ايه افرت بس الطرف تسخن بس الطاصة شوية اهو وتعالوا بقى نحط هنا في الطاصة بسم الله على الطاصة من غير اي مادة دهنية ولا حاجة اهو بس لحد ما ياخد اللون طاصة تكون ما بتلزقش اهو علشان يعني يبقى بصوا حضراتكم أنا بهزوا سهل يعني سهل معايا فان أنا ايه اهو تطلع معايا الرغيفة على طول وما حطتش اي مادة دهنية ولا حاجة ولا زيت ولا حاجة اهو دي طريقة بسيطة جميلة وسريعة بس هنراعي بقى معانا لو احنا حطين اي نوع من انواع دقيق البني ان احنا نراعي يشوفوا بس شكله الأول يبدأ يعمل كده فوقعات كده وبعدين هنقلبوا على الناحية التانية كده كده بسم الله شايفين ازاي ياخد بس اللون ويبقى رغيف كده جميل لا ما احنا عشان نختمها هنحط بقى معاهم نحط بقى جوه هنا مثلا سلطة زبادي كم خيارة خاص ونحط الكفتة كده وتتلف رول ويتقطع ويتعمل صاندويتشات جميلة خفيفة لطيفة يبقى حلو قوي يعني ايه وجبة حلوة يعني خليني بس هنا اقلب على الناحية التانية اهو ده قلبته نبص كده بص على الكفتة كفتة رائعة خلاص دخلة في الايه التسوية على طول بدأت بقى تفك كده من 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 الطاصة او الباني اللي انا حطا فيه هنا بالاسبات فلا كده 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 شان نضمن انه تمام ونقلب نستناحي التانية اهو حاضر يلا بين احنا بقى ايه انا هساوي ده بسرعة وهجهزه لحد ما حضراتكم ترجعون بعد الفاصل بصوا يطلع شكله كده مخرجنا هو جنب العتس العيش بياخد بس اللسع الحلوى دي وكون استوى من جوه عشان يبقى الرغيف مش معجن ورقق قد ما تقدر عشان يبقى مظبوط وده على الهوى وانا هجهز اللي معايا ده وهوري لحضراتكم ونرجع بعد الاستراحة ونبدأ ان شاء الله من تستنية حضراتكم بسم الله ورجعنا مرة تانية بعد الاستراحة دلوقتي انا طلعت الرغيف حطيته هنا فوق الارغفة اللي باقية زي ما حضراتكم شايفين بس اهم حاجة لازم يتغطى علشان يفضل طري وتحتفظ بالتراوة بتاعتنا نعمل بقى صنوشات زي ما احنا عاوزين للولاد زي ما حضراتكم تحبوا حاجة كده سريعة وجميلة وتقدروا تنوعوا في انواع دي الصحية زي ما انتوا عاوزين طيب همضتي وصفة سريعة كيك لطيف جدا كيك في الخلاط انا عارفة ان اصف شوية بالميل المشروبات وفترة بعض العصر دي الواحد بيبعاوز يشرب كوبات شاي ياخد جنبها حاجة او الصبح عايز ياخد قطعة كيك او بسكوت او قرص او اي حاجة من الحاجات اللي احنا متعوضين عليها مع الشاي بلبن انا هعمل كيك في الخلاط سريع وبسيط خلينا اقول ما اديرو عشان اصدقاء كتير طلبين عايزين انواع كتير بين الكيك يعني ايه تكون بسيطة وسهلة طيب عندي ثلاث كبيات من الدقي عندي معلقة كبيرة بيكينج باودر ربع معلقة صغيرة بيك ياربونات الصودا ويه معلقة كبيرة من الكاكاو الباودر خمس بيضات معلقة كبيرة من الفاناليا السيل لو مفيش حطوا باكت من الفاناليا لو نوعها كويس لو هي نوعها خفيف اللي هي الفاناليا فيها نسبة سكر هنحط اتنين طيب كباية ونص من السكر ونقدر نحط كباية واحدة السكر ده اختياري ممكن تبقى كباية لربع السكر اختياري كباية زيت كباية لبن انا هحط كباية سكر معلقة صغيرة من الخل الأبيض بتخلي الكيك دهش وجميل جدا اول حاجة همسك كده بسم الله هاخد المكونات السائلة مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنحط البيض حاجة كده وانا وقفة في خمس دقايق اذا انا حابة اعملها يعني للولاد وهحط معاهم بسم الله الرحمن الرحيم اللبن كباية اللبن بسم الله كباية الزيت حاجات سريعة وبسيطة هاخد كباية سكر وهاخد الفاناليا وهاخد بقى بصوا بقى المكونات الجافة انا كده حطيت السوائل طيب هاخد زرة الملح وهاخد معايا المكونات الجافة فوق بعض كده اللي هي البيكاربونات السودا وقادي البيكينج فاودر وقادي الكاكاو الخام كاكاو أسباني من عند العطار بصور عادي جدا مفوش أي حاجة هقلب كده بسم الله الرحمن الرحيم المكونات الجافة مع بعض تقدر تنخلوها لو انتم حابين وقادي زرة الملح خلاص كده خلصنا المكونات الجافة والمكونات السائلة موجودة عندي في الخلاط هضربهم مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم المترجم للذي ممكن تقولوا لي ثاني حبيبي بصو كده اوكي طيب خليني اوكي طيب هنعمل كده هنقلب تقليبة حلوة وهاخد كده المقادير اللي هنا بسم الله اللي احنا خلقناها السائلة بسم الله هنضيف على ابسط كيك في الدنيا سريع وان شاء الله تلاقوه نتيجة جميلة وضربوا في الخلاط قد ما تقدروا لحد ما الخليط ده يدي فوليوم حلو ويبقى جميل مع حضراتكم طيب هاخد بقى كده واسك صغير بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ ادوب المكونات الجفة مع السائلة اللي احنا عملناها هجهز قالب القلب ده ممكن يبقى مقاس يتاخد يعني 26 تبقى كويسة و24 هتطلع عالية او الاوالب الخاصة بالكيك اللي حضراتكم شايفين انا هطلع الكيك شكله عامل ازاي اللي عايز يتقل الكاكاو شوية ويخليها اغمق اللي عايز يضيف شكلة شيبس ممكن يحط مثلا معلقتين كبار ممكن يحط شوكولاتة خام متقطعة مكعبات صغيرة حوالي مثلا معلقتين برضو تدي طعم وتستحل انا لسه حبيبي بقلب بقلب كده بالروح عشان انا بحافظ برضو على الهوى في الكيك انا مش عايزها يعني تخرج منها الهوى قوي بقس اخلط كده ونبدأ ان ايه عندنا بقى سوس شوكولاتة ولا حاجة نقدر نضيفه نقدر نسيبها كده سيدة تتقطع تتحط في علب وبينهم كده فواصل من الورق الزبدة ينتصره توبة واحنا اتفقنا ان الكيك لازم نشغل الفرن قبل ما نبدأ في خليط الكيك ده عشان الكيك يبقى مظبوط الحرارة تبقى مظبوطة طب الفرنه حامي قوي حرارته جثة قوي جيبوا اي كسرول ولا حاجة حطوا فيها مية سخنة حطوها في قاع الفرن تطلع بخار فترتب من خليط الكيك ويطلع رطب يعني ما يطلعش ايه جاف وحتة فيه مش مظبوطة اهو دلوقتي بقى انا هقلب هقفل احط كده في القلب قدي القلب بتاعي شوفوا قلب جميل دلوقتي حاجات المنزلية كتير حاجات حلوة بسم الله نقطة بس من الزيت اللي عايز يبطن بالدقيق ما فيش اي مشكلة خالص هعمل كده بس بالفرشة كده وبرضو لازم في الجزء ده وهنا اشان لو الكيك عالي اعرف اطلعها في الزوايا بتاعت القلب كلها كده واسمحولي بقى هاخد شوية دقيق بسيطة حطوهم في القلب بير ميدور ويبصوا تعفيرة بسيطة جدا اهي ونبدأ نصب خليط الكيك بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم كده كايفين ازاي كيك بسيط وسهل جدا تعملوه حضراتكو في خمس دقيق اهو هتاخد في الفرن حوالي مثلا اربعين دقيقه لخمسه واربعين دقيقه عشان هي عميقه الصينيه دي او الالت ده عميقه فطالما عميق يبقى ايه هياخد تسويه خبط بس كده لو فيه هوا ودخلها بقى الفرن مفتحش عليها ابدا قبل ما يمر خمسه وعشرين لتلاتين دقيقه هتلع بقى هنا الكفتة واحط الكيك ونقفل رحة الكفتة رائعة التوابل والحاجات الرائعة دي خليني احطها هنا ممتازة والكيك المعمول اهو زي ما حضراتكو شايفين رائع ازاي ممكن نقطع حتة كده صغيرة مثلا بسم الله اهو بصوا بقى ديم الطعامة اعملناها جزء ابيض وجزء شوكولاتة مش كلها فدي برضو من الحاجات اللي ممكن حضراتكو تفصلوا الخليط فيه جزء صغنة نلونه بالككاو ونسيب الباقي ابيض ونطعامه بيها تبقى جميلة جدا اتمنى يا رب الوصفة تكون نالة الاعجاب اسمحونا نطلع لإستراحة ونرجع نستكمل وصفة بسيطة لمحبي المقرمشات او المعجنات الحدقة اللي هي زي بسكوتات الملحة نشوف كده ممكن نعمل مع بعض وصفة سريعة وبسيطة بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم ورجع من حضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة دلوقتي بقى هنعمل كيك مالح بس بالشبت تقدر تحط مكان الشبت اي حاجة تانية يعني هو الشبت شوية يعني قليل حظه شوية معانا دايما لما بنحط في اي وصفات او في سلطات او في معجنات دايما بنحط بقى دونس بنحط قصبرة الشبت يعني محدش بيفتكره خالص يعني قلت تذكره المهاردة احطه في اي وصفة لانه ممكن نحط مكانه لو لما بتحبوش الشبت خلاص يعني هنحط اي حاجة تانية لكن انا استخدمته للي بيحبه طيب عندي 250 جرام من الزبدة وصفارين من البيضة معلقة كبيرة من السكر معلقة صغيرة من الملح معلقة كبيرة من الخل ثلاث كبيات من الدقيق باكت بيكينج فاودر اللي هو العشرة جرام عشان فيه منه بيبقى اكبر بيبقى 12 جرام تقريبا فيه حزمة شبت متقطعة ناعم قوي ممكن تبقى قل من كده لو الحزمة يعني مليانة هناخد نصها طيب وعندي بياض بالبطين يعني احنا مش هنرمي بياض البيض احنا هناخد البياض هو اللي هنستخدمه على الوش والسفار جوه العجينة وطبعا سمسم او حبة البركة او اي حاجة انتو حضراتكو تفضلوها هاخد كده ادي انا هنا خلطت بينه عندي ايه خلطت بين البوني دي الامح يعني الحبة الكاملة ودي الابيض حططتهم مع بعض بسم الله عشان ايه يبقى حاجة شوية يعني ايه فيها حاجة حلوة عرغم ان ايه ان فيه زبدة لكن احنا ممكن نشير الزبدة ونحط زيت فيش اي مشكلة خالص مش ضروري حضراتكو تحطوا الزبدة طيب انا هاخد كده شوية من الزبدة بس وممكن تحطوا نص ونص ممكن تحطوا الزيت كله بس ماشي هاقلب كده بس شوية لدقيق مع الزبدة وعندي هنا خلي السمسم وبيض البيض لوحدهم هاخد الملح هاخد السكر والبيكينج باودر هحط هنا معلقة صغيرة النص معلقة صغيرة من الملح لان هو مالح مملح يعني تقدروا اللي عايز يبشر جبنا مثلا بواقي جبنا رومي بواقي جبنا مقسلا شدر حاجة باقي من عند حضراتكو ليها طعم مملح شوية ممكن ممكن نحطها بحط شوية كده معلقة سكر نقلب تقنيبة حلوة سفار البطين وشوية الشبت خليني كده أفتح هحط شوية الشبت الأول ونشوف كده أخباره إيه تعالوا نقل مخلط الأول وبعدين نشوف الدنيا بسم الله أنا مش حط نسبة الزبدة كلها لإن أنا عايزة أحط بين الزبدة والزيت بس يعني ما حطتش كل نسبة الزبدة نقلت خلطة حلوة كده شهتك سوايا نواري حضراتكو بسم الله خليني أشوف كده بسبتش لو ألا حاجة أي شايفين إزاي بيلم بقى بيلم كده ما تنسوش حاجة إن أنا حطة النوع لدي إيه القمح فهو شوية إيه بيحتاج طبعا بس هي كده حلوة بس هديها خلطة كمان معد إذن حضراتكو عشان أبدأ أفردها بقى خلطة بدون كلام صح يا نوتي هاخد شوية من دقيق اوكي شوية بقى من دقيق القمح ده تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله هنزل اللي عجينة دي هنا وحب دق إيه أفردها بقى إيه مفوط تسقع شوية أي عجينة حضراتكو شايفينها كده ومش هتحتاج تاني سوايل ولا حاجة سقعوها بس شوية في الصيف بالزيت في الصيف بالزيت العجين تبقى شوية لينة كده وتلاقوها مش هي اللي انتم متعودين على قوامها عادي جدا مجرد ما تسقع ترجع جديدة لأن الصيف حر والمطبخ بيبقى حر طيب أنا هلبس بس الجلابز وهنبدأ نشتغل هفردها كده إيه ممكن تتعامل بأشكال البسكوت نجوم دواير قلوب أي حاجة أنا فكرت عملها صوابع أو عملها مكعبات كده تتحط وتتباكل كده برضو ممكن ما حتى تجيبنا حاجة كده يعني في ناس كتير محبة للموضوع ده أهو شايفين إزاي ودي العجينة ودي شوية الدقيق لإيه القمح اللي إحنا حطناه بفرد عليه هاخد بقى لنا الشابة كده بسم الله الرحمن الرحيم هعمل كده وعندي صاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميل قوي الولاد ينقنقوا فيها حاجة معمولة في البيت حلوة اهو كده وعلى الوش هدهن بياض البيض اللي حضراتكو قلت لكم مش هنرميه واي بياض بيت تستخدموا مثلا وصفة ومثلا هفترض انه بياض البيض تفضل عند حضراتكو اوعا وترموه هتحطوه في كيس تلاجة وحطوه في الفريزر نعمل منه مارينجي ونعمل منه نوجا ونعمل منه حاجات حلوة قوي قوي للولاد اهو وده اهو اول ما بيطلع من الفريزر بنسيبه بره يرجع فراش كأنه جديد هاخد بياض البيض بالفرشة كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان الزفارة بس فبعمل خفيف كده على الوش خفيف خلاص كده همسح مسحات اللي عايز يحط سمسم يحط عايز يحط حبة البرك عايز يسيبه كده برضو براحة حضراتكو دي حاجة ترجعلك هيطلع مقرمش وجميل ساعات كده بنبقى رايحين مثلا ديوف او رايحين معزومين عند حد بنعمل كيك معانا بناخده فعيل بلطيفة كده حاجات اللي احنا دايما البيتي بتاعت الزمان اللي فيها نوع من المشاركة يعني وانا عملت دا يلا ناكله سوا مع بعض او نعض هنشرب الشاي سوا مثلا بعد القعدة فهيبقوا دقوا حاجة من ايدي تبقى لطيفة جدا ممكن تبقى رشة شبت جاف على فكرة ممكن نستخدم الشبت الجاف بيبقى عند العطار برضو وهيدخل بقى الفرن بسم الله هحطوا هنا على اول صاج بصوا الكيك ما شاء الله عالية ازاي عزوري حضراتكم شكل الكيك اطلعها سنة اصغنونة مش عايزة اهزها اوي اهي كيك الشوكولاتة رائع ازاي ما شاء الله نقفل بقى ونبدأ بقى نستعرض مع حضراتكم احنا عملنا ايه النهاردة اه عملنا الاصدقائنا اللي طلبوا بسكوتات او كعك كده بسيط مالح في البيت اه نعمله ازاي عملناه بالشبت او نعمله بزور البقدونس او نعمله او نعمله بالكرفس بزور الكرفس ممكن اوي كل الحاجات دي تبقى جاف عملناه زي ما حياتكم شايفينه عملنا الكيك الجميلة السهلة كيكة الخلاط البسيطة بالشوكولاتة او تعملوها نص مثلا يعني فاتح فانيليا وتحطوا في اخر شوية في الخليط اللي ده تلونوه بالشوية الكاكاو اللي حطناهم فيبقى فانيليا وشوكولاتة زي ما حضراتكم شفتوا عملنا كمان الكيك اللي هو الكفتة بتاعة العتس اللي بجبة بطريقة بسيطة وسهلة جدا ما عملتش حاجر اني خليت العتس بس مجرد انه يتنقع وحطت كل المكونات الحلوة والخضرة والتوابل وضربتهم بالهند بلندر وصبعتها ودخلتها الفورن بمعلقة او معلقتين زيت وعملت جنبه العيش الترتية او الترتلة بطريقة بسيطة وجميلة على الطاصة بعجينة سهلة وبسيطة حضرتك تحتفظوا به في الفريزر تقدروا تكبروا حجمه وتقدروا تخلوه تبقى رائعة للولاد اتمنى رب الوصفات تكون لانت اعجاب حضرتكم اسمحولنا دلوقتي يعني طبعا الوقت بيعدي مع حضرتكم بسرعة جدا ببقى مش عارفة اعمل ايه لكن يكفيني دعوات حضرتكم وتواصل حضرتكم وطبعات كلية من خلال شاشة قناة الاهلي اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضرتكم من هنا الحلقة جديدة على الف خير وصحة وسلامة وسعادة اشتركوا في القناة